السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجديدكم فيديو جديد عن سيفن ديد ليسينس جراند كروس غطاء السبع فيديو اليوم رح نحكي عن تحديث اللي هو بصراحة رح ينزع اللعبة لانه رح يجيب لنا شخصية بصراحة فيكن تقولوا انه هي شخصية بقوة اسكنور من ناحية القوة من ناحية المو يعني هذا حتى سفاد منه للشخصية هاي هيا نحكي اول شيء عن التحديث بعدا نحكي عن شخصية نفسها اول شيء بالنسبة للتحديث رح يكون فيه بانر اللي هي تسعمية جيم مع شخصية جديدة اللي هي الدارك اللي هو ديمين كينغ هلا بننجي للشغلة التانية رح يكون فيه شابتر جديد اللي هو شابتر 28 معناها رح ناخد اعتقد 30 جيم من الشابتر الماضي اللي هو رح يكون فيه قتال بين اسكنور وبين ديمين كينغ هلا بنجي هشغلتين طبعا رح يكون فيه لبس هذا اللبس جدا مزعج هذا حلو وهذا لا بأس فيه بس هذا حلو واحد رح يكون فيه كرت جديد الكرت الجديد بيعطيه بيزود البيسيك ستات تبعه سيفين دي ليسينس اذا لفل واحد بصير واحد هيك بصير لفل خمسة اذا كانت ماكس وغير هي كمان شو بتعمل انكريس ديميج ديلت باي عشرة بالمية وين اتاكنج بفت انمي أي لما بصراحة الكرت جدا جبار لانه بيعطيه خمسة بالمية بيزود البيسيك ستات لأي شخصية خطايا سبعة زائد بيعمل ديميج زيادة اذا اللي ضدك عليه بفات واغلب الشخصيات الحالية فيكن تقولوا انه بيكون عليها بفات مو اغلبة بس يعني البعض منها بقى رح يكون جدا جبار والحلو انه ما بيقول لك مثلا ما بينفع بمكان فلاني ما بينفع بمكان فلاني رح ينفع بكل مكان الان بنجي للشغلة الثانية اللي هو ريلك ريلك طبع رح يكون فيه ريلكين او ريلك الاستروسا اللي هو بيروح اورب واحدة من اللي ضدك اذا حدا مات من فريق اللي ضدك بس غير نقرأ اذا مات حدا من فريق اللي ضدك اعتقد المفروض يروحوا واحدة من اوربات والفريق كله يعني ما في يجيب التراش من الاخر والتانية اللي بتزود الاتاك للهيومن اللي هو البشر اتناعش بالمية ايو حلو ان البشر بس مو شغلة واو بس هاي الحلو فيها اعتقد انه بتشغل بما كان بس هاي بتشغل لما يكون الدام هاي لما تكون وينما كان هاي جدا جميلة اذا كانت وينما كان وخاصة انه اعتقد للطير هاي يعني ما فيه داعي تفرم التنين ولا حتى تجيبه وراح يكون فيه طبعا الكوينات هاي اذا عندك دوبات من الشخصيات الفلسفل اي شخصية فلسفل اذا عندك 3 دوبات منها فيك تشتري واحد من ذلك الشخصيات بس نصيحة مني اذا مو معتازون ضروري ضروري لا تشتريها الا اذا انت خلصت من الشخصيات كما تقول انت اسكنور عندك سيك سيك وعندك 3 نسخ منه زيادة ساعدة فيك تشتري شغلات ما عندك ياها من هذا الشوب راح يكون فيه نايتهود بوس جديد راح يكون فيه شراء جيمات هاي ما بنحكي عليها لحنا نايتهود بوس باتل هل دفكالتي والكاونت العمى هاي جدا مزعجة اذا صحيحة لا عميلك اه راح يعدلوها والحلو كمان بهاي البانر او بهاي الشخصية او بهاي الابديت انه راح يعطونا 80 تيكت على شخصية على البانر 80 يعني راح تعمل 8 ملتيات مجانا بقى نصيحة مني اعملوهم 8 ملتيات لا تعملوهم اللي هو سناقل انه راح تاخد يعني 8 مرات انت فيك تول انه راح تاخد 9 شخصيات زيادة او 8 شخصيات زيادة اذا عملت 8 ملتيات مو سناقل لصح في ناس ما راح تتحمل وانا معكم انه ممكن ما تتحملو بس فيك تحكي انه اول 3 ايام راح يعطوك ملتي بعدين دكتور تسنى كل 5 يام حد تعمل ملتي بس سول يعني انت في هال 5 يام فيك تجمع ملتيات تانية وهون كمان راح يعطونا على بانر تاني هو بانر مجانية كل يوم ملتي لمدة 14 يوم يعني 14 ملتي فيك تعمل على البانر المجانية وغير هيك طبعا هون انت راح تاخد 70 وهون راح تاخد 10 تانيات هيك ساعتها راح تدار تعمل 80 المهمات خلينا شوف سفي شي هون ايه والمهمات المهمات شو هي انك تسحب على الشخصيات لتمرات طبعا مو شر تسحب على الشخصيات اللي هو بجمات اذا انت عملت السحب المجانية كثلت مرات راح تعملها وهون انك تخلص الديثماتش اللي هو الشيطان خمس مرات بتخلصها وهي انك انت راح يكون في ايفنت بوف لازم توصل لفل اثنين راح تقدر تاخد الملتيتين هدول با اول ما اول ما تدين عمل ابديت فوت خلص لك كم شغلة مشان تقدر تفعل البوف باليوم نفسه او باليوم اللي بعده وهون طبعا انه راح يكون في ويل الويل اللي هي وينها اه اللي هي هاي جوائزة ايوا هاي اذا عملتها بتاخد اه ولا في واحدة ثانية لا هي هي المفروض بتاخد جمع بتاخد هدايا او بتخلص هي هي طبعا شو هي اللي هو بدل ما تفوت على اللعبة اه فيك تلعبها مرة واحدة باليوم يعني فيك يكتول بشغل يومين او ثلاث ايام فيك تخلصهم كلهم وتعمل ملتي بجاني يعني فيك تقول بعد ثلاث ايام قارنتيد على الاقل اذا خلاص كل شي مهمات تعمل ملتي دين هلا بنجي للشغلة التانية اللي هي هاي اللي هي بتعمل بتشتري بفات هاي البفات راح تكون عندك موجودة بتساعدك بالديمونيك بيز بتساعدك بالشياطين بتساعدك بالتفرين بتساعدك بكتير شغلات بحاول تشتري الشغلات المهمة اللي راح تساعدك هي بالنسبة للشغلة الأولى الشغلة التانية سليكت ويتم فور اي اشتري لانه هذا الكوستوم اعتقد بينفع كلهم بيتاخدهم شكلك شكلك راح تاخدهم كلهم بالنهاية لكن هاي شو ريفايف ريسيفر راندوم ريوورد فروم ليست وتش انكلود اوكي يعني انت تختار شو الريوورد اللي بدك ياها وانت وحظك اذا تطلع لك ولا لا بقى نصيحة مني يعملوها بالنسبة لي انا وردي عندي ياهم كلهم اعتقد قطر اخطار اختار شوالات 2 Μتمتهارン قطر اختار هاي او هاي هم حني 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 حير شخص حني ح���تظة الناول الان فيتاخص محظiin المهمة بالنسبة هي الشغلة طبعاً يحكونا هي الاسبين افنت وراح يكون فيه كمان هدايا حلوة أعتقد أو ديث ماتش جديد أو مو ديث ماتش جديد اللي هو أنه إذا لعبت هذا الديث ماتش وختمته هذا مين هذا مين والله ما بعرف مين هات هذا الأصلي مو الأصلي و بالمث هذا بالمث أعتقد بالمث مو بالمث هذا المفروض اعتقد هذا اللي هو احسن 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 هاي اللي هو انه انت راح يكون متسجل هون ولا فقط الكلان تبعك ولا شي با لسا نعرف ايوه بلمث مو بلمث هاد ولا هدا هاي بالنسبة هاي الشغلات وانا صيحة من يلعبوها هاي اللعبة لا بقس فيها وطبعا هدول الكسومات اذا حابين اشتروهم راح يكون عليهم خصم بدال 30 20 جيم اذا تكون اشتروهم شي جميل اذا اكون اشتروهم ما في داعي لانه ما في كتير شخص يقول هذا اوكي اي اوكي اي كمان اوكي بصراحة لا والله كلهم جميلين بسارعين بس هدول الاثنين اللي ممكن ما احد ما يشتريهم بس هدول واحد اثنين ثلاثة اربعة بصراحة لحد الان الناس يستخدمون بقى نصيحة من اللي اشتروهم اذا ما عنكم ياهم اذا نصيحة لبس وهون طبعا راح يجي الهوكي اللي هو عن طريق تبدل هدول الهدايا بهدول الهدايا باقي شي جميل جدا وراح يكون في كمان اه بحصوا شوية بس خين يتأكد ارتفاكت كارد اوتوكلير ارتفاكت ارتفاكت لا ارتفاكت 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 وهون راح تاخد جوائز واخر شي اللي هو راح تاخد جيمتين بجيمتين بقى هيا هي الشغلات وتورفترايل اتفاكت هاي بالنسبة للأبديت البصراحة تحديث جميل فيه شغلات جميلة فيه جمات جميلة وفيه كمان تيكيتات يعني انت فيك تقول مجانا إذا انت خلصت كل شي رح تاخد 9 ملتيات ليش 8 ملتيات و 30 جم من هاي تبعه الديثماتش يعني انت رح تعمل 9 ملتيات مجانا يعني فيك تقول بحدود 300 جم إلا واحدة 270 270 جم راحوا منك من غياء سوري رح تسخدمهم بجانا عرفتوا كيف نصيحة من يعملوها اللي هو 30 من هاي و 8 من فوق بها هيك ساعتها شي جدا جميل هلا بالنسبة للشخصية صراحة عاملين شغلة حلوة صاروا يحطوا الشخصية الجديدة والبانر هاي شي جدا جميل المفروض كم يعملو من زمان طبعا البانر فيه شخصيات محلك قوية لا انهنا عارفانين شو عم يعملو هو دائما لما يكون في شخصية قوية بيجيبوا شخصيات زبالة بالبانر مشانا اذا ما طلع لك شغلات قوية يكون بانر سيئ بالنسبة لك بقى حظ أوفار للناس اللي حظها سيئ وان شاء الله كلاتكم يكون حظكم جيد فيها طبعا في عندك 300 600 900 900 بتختارو لديمن كينغ ان شاء الله ما بتصل ل 900 بتطلعو بسرعة وقت ممكن ان شاء الله كلاتنا هون طبعا البانر المجانية رح يكون في هدول الشخصيات وبال180 رح يكون هادو بال300 رح يكون هادو بال420 رح تختار واحد اعتقد من هدول الهيروات بالنسبة للبانر هلأ بنحكي للشخصية الشخصية طبعا جدا 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 جميلة اذا ستارتوف الباتل أبلاي رولر ريجين اون سيل فور توتن اون رز شو ريتزايشن اون ديمين اللاي فور توتن طبعا شو هي رولر ريجين بدري شو اسمها هاي الهيرو داميش تاكن فروم سكيل دوري الانموتن دونات اكسيد 50% يعني لمدة تلفتين بداية اللعبة ما رح قدرت تلو بونشط لازم اول شي تناقص اي ضربتك لو بدأت تعمل مليون ما رح تعمل غير اكتر من 50% من اتش بيو بعدين الضربة التانية فيك تعمل دميج اعلى لحتى يخلص الدورين بعدين فيك تعمل اللي بدك بس الفرق انه هم كات بين هم كات بين من ماكس اتش بي يعني خين اقول انت ضربت هو اتش بيو 100000 ضربت اول ضربة روحت له 50000 الضربة التانية فيك تعمل اللي بدك يا ليش انو خلص ده منزل تحت 50000 فيك تعمل اللي بدك يا عرفتو كيف باعطقد رح يكون يعني ما بعرف رح تكون غريبة شوي هلا بنحكي للشغلة التالية اللي هو راستركشن اللي هو اه اه وانس رمو اول دي بوف رمو فروم دي هيرو والون غير دين اول الهيرو ستاتس سنكمل هي طلعت كلها رولرز 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 اللي هو حكم او طغي او حكم ايه حكم القائد او الرولر اللي هو الحاكم المهم شو هي انو اول شي بتحط اول شي ما بيقدر يتلك بوانشات انو ما حدد تعمل اختر من 50% من الماكس اتش بي وثاني شي 20% زائد كمان انو بتعمل لك رانك لك روتك و ريزريكشن اللي هي بتناقص لك من الدماج اللي بيعملوا عليك اللي ضدك 20% لكل التيم اعتقد ايو لكل التيم اللي هو شياطين اذا ما كن شياطين ما رح تتفعل هلا غير هي كمان او او انكريز هيرو التاك للتاك 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 يعني غير هي كمان الان اذا انشالت رح تاخد 18% التاك للتاك للتاك تبعك 18% وغير هي كمان لما تشيل اي كومان من تموت اي كومان من تاك تاخد 30% التاك زيادة يعني نظامي نظامي فيك توصل شخصية ديمان كينك توصل بحدود الـ 50 ألف التاك من اقوى الشخصيات باللعبة وغير هي كمان الحركة الاولى تبعه بترفع له التاك 60% لما يستخدم هاي الحركة اللي هي شو بتعمل كرت شانس ضرب طرب اثنين يعني ساعتها انت فيك تقول 90% رح تكرت علي ضد بهاي الكرت وغير هي الكرت التاني كمان دمج عالي جدا اللي هو شو بيقدر يستخدم ركوفري 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 40% اهه هاي جديدة لا بلا هاي لا هاي لحالة انه ما بيصير ما بيهيل وغير هي كمان بتنقص لكرت رزيسسن ساعتها رح تقدر تعمل عليه كرت اكتر و رح تعمل تكرت علي اكتر يعني مو بس انه فرصتك رح تزيد رح تكرت علي لانه بعشرة بليفل اهه شوف شونا عاملين ها شوف لفل 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 هل شو بتعمل بتنزل دفاع اللي بتعمله 50% طبعا اذا كانت لفل 1 بتكون 10% وغير هيك كمان لمدة لفتين هاي لمدة لفتين بتنزل دفاع كل شي بتعلق بلدفاع لمدة لفتين بتنزله 10 15 20 حسب الالتميت اللي شاف فيديو الماضي تبع انا حكيت بالفيديو الماضي انه مستحيل تكون من لفل 1 لفل 6 حتى تشيل الكروت رح تكون تختلف من اي ناحية انه اذا كانت لفل 1 رح تشيل فقط الكروت تبع بوف وديبوف اذا كانت لفل 2 رح تشيل بوف وديبوف واتاك سكيل هلها هيك في قتول انه شلت اغلب الشغلات لما تصير لفل بوف وديبوف او سكيل اتاك او الهيل كمان بيعتبر بوف وديبوف ولا بوف بيعتبر ما بعتقد بيعتبر بوف المهم واخر واحدة لما تصير لفل 4 اللي هي بس على 6 6 بتصير كل شي بمنوع حتى الالتميت موف عرفت كيف بقى هاي جدا شي قوي اذا كان 6 6 اذا كان 6 اذا كان لفل واحد بس اخذ منعه يستخدم البوف وديبوف بصراحة بالنسبة لي لفل اثنين جميلة اذا كان لفل اثنين كتير حلو طبعا كلمة ذات كلمة احلى بس اذا كان لفل اثنين حلو يعني بدك 3 6 عرفت كيف يعني اذا 3 6 طلع لك راح تكون انت كتير مروع لانو راح تمنع اغلب الشغلات اللي هي بوف وديبوف واتاك سكيل بس راح يصير اذا عمل عليك ultimate يضرب اذا ما عمل عليك ultimate ما راح يضرب الا اذا في طريقة تعمل اللي هو الهيل اذا بيعتبر مو بوف ساعة تفيش هيلوم هو ويروح الديبوف من عليه بس ما اعتقد تشتغل به الطريقة بس فيه هيل بس انا شفت له اكتر من فيديو عم يختم كل شي باللعبة من الاخر عم يختم كل شي باللعبة يعني حتى الكرت اللي هو تبع الاي هو عم يعمل مرعب عم يعمل اكتر من كروت عادية باللعبة اللي هو كرت هذا احيانا مو عنده لا بس عملك بشخصيات تانية كرت الديبوف احنا بنعرف انه مو كل شي ويكون حظنا جميل ونقدر نطلعه بأسرع وقت باباس هم كنتم سمتعت في سمتعت في لايك للفيديو شكرا لكم وشكرا في دهات تانية مع السلامة